تقصر اسم القدس بأحرفه الثلاثة كثيرة من محطات الصراع العربي الإسرائيلي إذ صدرت حول القدس وعنها عشرات القرارات الدولية منذ مطلع القرن العشرين إلى يومنا هذا في 29 نوفمبر من عام 1947 وضعت القدس تحت وصاية دولية في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 والذي عرف بقرار التقسيم وما هي إلا أشهر بعد قيام دولة إسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني حتى أدرجت الجمعية العامة القرار رقم 303 والذي أكد عدم الاعتراف بإعلان إسرائيل القدس عاصمة لها وفي 22 نوفمبر من العام 1967 أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 242 والذي دعا إسرائيل للانسحاب إلى ما قبل حدود حرب 67 وفي مايو من العام التالي أصدر مجلس الأمن القرار رقم 253 والذي طلب إسرائيل بإلغاء جميع إجراءاتها الهادفة لتغيير وضع المدينة المقدسة وفي الثالث من يوليو تموز من العام 1969 أصدر مجلس الأمن قرارا ينادد محاولة حرق المسجد الأقصى التي قام بها يهدي متطرف يدعى دينيس مايكل روهان وفي أغسطس من العام 1980 أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن عدم الاعتراف بالسيادة القانونية الإسرائيلية على المدينة المقدسة ويطالب بسحب البعثات الدبلوماسية منها وفي أكتوبر من العام 2000 شجب مجلس الأمن في قراره رقم 1322 دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك أريل شارون إلى الحرم القدسي الشريف وأما في ديسمبر من العام 2016 فختم الرئيس الأمريكي باراك أوباما فترته الرئاسية الثانية بالامتناع عن نقد القرار رقم 2234 والذي أكد أن لا شرعية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية عودة إليك فدى شكرا